اشتركوا في القناة اتبات انه دخل ومعهم يرجع وفوت ويدمر اجت هالاجراءات جيدة ولو متأخرة يعني بس كتير منيحة اللي ما عجبني طبعا تصريح ممثل بشار الاسد في لبنان سفير علي انه لازم هايدي الفيزايات تمعطب بالتفاهم بين البلدين او بالله هيدا يعني بعبدو يدخلوا بقصة الفيزايات يعني يشوفوا ما بياخد فيزا وفيزا هيدا شأن لبناني بحث واللبنان لحاله بياخد قرار مين بيفوت على الارض ومين ما بيفوت بحكم الفيزايات والشروط اللي هو وضعه نعم بقى بالتالي ما حدق له دخل بهذا الموضوع وما حدق ان يدخل بقى بهالموضوع هايدي قامت الحكومة بخطوة جيدة الدولة تقول بخطوة جيدة وهذه الخطوة لو متأخرة ولكن كتير جيدة وهذه هتقطر شوي التوافد السوريين الى لبنان الى حد بعيد وحتساعد كمان الى تخفيف هذا العبئ اللي عم بيحمله لبنان العبئ اللي يحملينه نحنا يفوق المليون ومئتين الف وافد الى لبنان الوزير الدرباس ووزير الشؤون يعني كان طرح خطة وخطة متكاملة ولكن حضرتك تعرف في هذه الظروف من يستطيع تطبيق هكذا خطة هلأ هلأ برأيي خليني يقول تراكم الخطوات هلأ الايجابية من قبل الدولة اللبنانية اللي بدخول دون انه ازياد العدد اللي موجود اليوم على ارض لبنان وتعاطي مع الموجودين اليوم بشكل انساني بده خطوات تراكمية وخطوات خليني اقول حل بتجي وراء بعضها وبترجلجي شوي الموضوع لأنه هلأ بعضه فلتان الى حد بعيد طبعا وهذا الفلتان لا يريح لا على مستوى الامن ولا على مستوى الانساني ولا على مستوى الاقتصادي طبعا لأنه بالنهاية في كتير لبنانيين عم بيعانوا من فرص عمل اللي عم بيخدها غيرون اوكي بعنوان انه انتبهوا في وضع انساني وكذا اوكي في وضع انساني دون شك نحن منا ضد الوضع الانساني لاحق الكل لاحق الكل ولكن كمان مقامين واللاجئين هذا الموضوع ما بدنا انه يوصل انه يلحق ضرر باللبناني بشكل مباشر وهذا ما يعني يحدث اليوم وكل خطوة بتتاقع يعني على على خطة تنقول التحسين في هذا الموضوع بتكون مباركة ومشكورة اليوم هايدي خطوة لا بأس فيها بده بعض خطوات على مستوى كمان تنظيم هذا الحضور الذي صار موجود باللبنان هل عم بحكي عن مليون ومتان فوق مليون ومتان الموضوع الثابت انه لن يتم اقفال الحدود ولكن الذي يدخل الى سوريا ما بيرجع طبعا هذا قاله الوزير وبعدين في شغل كتير مهمة انه يلي عم بيفوت صار معروف مين على الاقل كفيله من عن مين جاي وين موجود كيف رح يكون حضوره باللبنان هذا يطمئن على مستوى الامن الى حد بعيد كمان ولكن لا نصل الى مرحلة التنظيم لا 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 مخيمات او غيرها بعد نابعاد بعد نابعاد ولازم انه تتنظم باسرع وقت ممكن وما نخاف من اي شكل تنظيم يعني لانه بالنهاية اليوم نحن عنا خبرة بهذا الموضوع مش توغير بنخاف من اي شكل توطين ايه مش انهيك طبعا ما نوصل للتوطين بس تنظيم هذا الوضع لانه بحاجة لتنظيم ونحن عصر مش ما قلتلك عنا خبرة قطة طول الحرب سنوات عنا خبرة 30 سنة والوضع الفلسطيني صار معنا صارنا نعرف كيف ما هو الانتشار في كل المناطق يختلف صارنا نعرف كيف نتعاطى مع هذا الملف صارنا نعرف يعني منش نقول والله هذا برجع بذكرنا لا في حلول ممكن نتلقي لو بتذكرنا بأوضاع معينة ولكن اليوم في دولة اليوم في في اطار مختلف تماما عما كان عليهم من 30 و35 سنة و40 سنة و45 سنة انا برأيي صارنا وعين على خطورة التوطين وعلى خطورة انه اللي اجا ما يرجع على بلاده بيوم الايام لنتحسن ظروف بلاده حتى لو باقي هلا لازم يوصل بوقت من الاوقات انه يعود الى بلده لمن يرجع الامان للضيعته ولبلته ولكن بوقت الحاضر لازم ما نخاف انه نحط حلول ولو كان بشكل اوقات هيكي بتنقز بس انا برأيي الوضع الحالي هو الاكثر خطورة نعم على كل مستوية لماذا انتقدت كلام السفير علي بدي ارجع له لانه بالاخر هذا الموضوع هاو دي سوريين عم يدخله وبالتالي بموضوع الدخول والعودة وغيره من القضايا لابد من انك تنسق مع المعني لا 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 مهني موجودين على الحلول شو بدي على حدود عشو بدي نسق انه هو بيعرف مين عم بيظهر وبيعرف مين عم برجع بيدخول وبيعرف مين عم بياخد فيزا ومين عم مش عم بياخد فيزا شو بدي نسق بدي نسق بدي نسق معي لا اذا بيعرف هو على حدوده مين طالع ومين فيت وانا بيعرف على حدوده مين طالع ومين فيت شو بدي يعرف اكتر من هيك هو ما فهمت بدي يجي يدخل بقلب الدولة اللبنانية طي عارف لامين عم نعطي فيزا ولامين ما منعطي فيزا بل كان انتخابات قريبة اه لا طبعا ايه ما بيعرف شو يعني هيدا هادا حديث مش مسموح بقى باللبنان خلص لازم يعرف حدوده نعم بدي يختم معك موضوع اللاجئين سيكون على جدول مبحثات بخلال الحوار بين دكتور جعجع والجنرال اكيد الموضوع اللاجئين من ضمن القضايا المطروحة في الحوار ايه بس هيدا يعني بدك بكتطرح اشياء بكتطرح اشياء على المستوى هيدا بالحل هيدا بده مستوى لبناني جامع تنكون في عنها رؤية طبعا هيدا بيكون لنا رأي ممكن ايه طبعا بيكون لنا رأي بيكون لنا حلول جدية لهيدا الموضوع بس طبعا في ملفات ابدا من هيدا نعم شكرا لك استاذ ايدا باللمع على وجودك معنا اليوم منتمنى للحوار ينطلق ويكمل كل الحوارات اذا بدنا نقول يعني منتمنى انه كما ذكرت بعد الاعياد ان نرى شيء جديد في هذا الاطار شكرا للمشاهدين على المتابعة الى اللقاء اشتركوا في القناة